متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 11 Labs من المواقع الجيدة جداً في تحويل النص إلى صوت وكلمنا عنه كتير وفيه كمان سلسلة خاصة ب11 Labs موجودة عندنا على القناة ودي بحط فيها أي تحديث جديد من الموقع تحديث النهاردة تحديث رائع جداً وحيفرق كتير جداً وحيغير كتير جداً في عملية إنشاء صوت من النص بالذكاء الاصطناعي وهو تصميم الصوت تقدر ننتق تصمم الصوت اللي انت عايز تستخدمه كVoice Over الكلام ده ممكن يتم إزاي؟ الموضوع ده حيتم بشكل بسيط جداً وحنستعين بشاة جي بي تي إذا حسأني طب إحنا هنستخدم شاة جي بي تي ليه؟ هستخدم شاة جي بي تي عشان أبتدي أصمم الأمر اللي أنا حكتب به النص اللي هتطلع منه الفويس تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي الأول هنبتدي نروح لشاة جي بي تي علشان أبتدي أقول له أعطني وصف باللغة العربية لصوت شخص يتحدث بالعربية الفصحى وبصوت عميق ومعبر أعطني وصف لصوت شخص يتحدث بالعربية الفصحى وبصوت عميق ومعبر هنا هشوف هيديني بلغة العربية إيه هقول له قم بترجمة ما سبق إلى الإنجليزية قلت له قم بترجمة فعني جات الكلمة غلط بس هو فهم قم بترجمة ما سبق إلى اللغة الإنجليزية طلبت منه لي لأن أنا هاخد الأمر ده كده كوبي وأروح لإليف اللابس أحطه في عملية تصميم الصوت لأنه مش هيفهم باللغة العربية جميل جدا نروح بقى نصمم الصوت إزاي في إليف اللابس بتخش على الحساب بتاعك على إليف اللابس الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو اللسه ما استخدمش إليف اللابس أتمنى أن أنت تروح لي السلسلة الخاصة بإليف اللابس وإنت هتعرف كل حاجة عنه وأي تحديث في إليف اللابس بينزل في هذه السلسلة هبتذي أروح على Voices هضغط على Voices بالمنظر ده وأبتذي أروح أختار Add a New Voice هروح أدوس على Add a New Voice وبعد كده هلاقي عندي في الأول خالص Voice Design بيقول لي صممي الفويس بتاعك من التكست برومت من الأمر Less than a minute هنا هبتذي أن أنا أحط في البرومت هنا أعطيني مثال أنا هحط في البرومت الأمر اللي أنا جبته من شات جي بي تي The Voice of the Person Speaking in Classical Arab Indeed and Expressive وهنا أعطيني الشخصية بتاعة الصوت هتبقى عاملة إزاي وهنا هبتذي أحط التكست بتاعي طب التكست بتاعي هجيبه منين أنا التكست بتاعي جاهز هروح لشات جي بي تي ويفضل أن أنت تطلب من شات جي بي تي أنه هو يشكل لك النص باللغة العربية عشان يعني يطلع أقرب إلى الدقة هنا هبتذي فيه نص اسمه سائر في الحياة رغم الصعوبات هبتذي أخذ سائر في الحياة رغم كل الصعوبات هو ده النص وأبتذي أروح لLevel Labs وأبتذي أحط النص بتاعي بالمنظر ده أنت لك لحد ألف كاركتر تقدر تحطهم هنا حوالي 632 كاركتر تعالوا نعمل generate للويس ونسمع الفويس حرجعتني بشكل سريع كده عمل ركاب ألخص اللفات ده كله طبعا بتروح تجيب الأمر منين بتروح تجيب الأمر من شات جي بي تي وفضل الوصف الخاص به الأمر وإنت بتروح زي ما إحنا شفنا كده إحنا كتبت باللغة العربية وفي الآخر ترجمني باللغة الإنجليزية زي ما طلبتله وحطيت الأمر في الفويس ديزاين وبتجيب التكست بتاعك اللي أنت بتحضره أيا كان ولو أنت التكست بتاعك حجيبه من شات جي بي تي قصب إنه هو يشكله لك حيشكله لك علشان يطلع لك النتيجة دقيقة بعد كده حبتدي أقول له generate a voice حيبتدي أنتك ثلاث أصوات زي ما إحنا شايفين مش حيبان وأنا بسجل الثلاث أصوات لكن حواريك الصوت اللي أنا استقرت عليه يعني أنت بتروح تجرب صوت صوت وبتشوف أنه صوت المعبر أكتر فأنا ببتدي أجرب الصوت طبعا مش عقبك الأصوات تبتدي أعمل generate voice مرة تانية بس لاحظ حاجة لما هتعمل generate أنت كده بتخسر الكاراكترز يعني الكاراكترز بتوعك بيقله لأن أنت لك عشر تلاف كاراكترز موجودين عندك فاخد بالك أن أنت لما هتخلصهم يعني مش هتعرف تستخدم لك عشر تلاف كاراكترز في الشهر يعني فاخد بالك من الحتة دي قوي بعد ما تستقر على الصوت بتبتدي تسمي الصوت Arab man مثلا وهنا الـ Label Language طبعا اللغة العربية وهنا ده الوصف بتاع الصوت وأعمل save voice لما هعمل save voice الvoice هيكون موجود عندي في الـ Voices انت لك 3 Voices ممكن أن أنت تعملهم فاخد بالك من الحتة دي عايز تعمل Voice رابع لازم تشيل Voice علشان يتحط مكان الـ Voice اللي فات وهكذا يعني أنت هنا لك 3 slots used فاخد بالك من الحتة دي طبعا أنت هنا مش بتعمل استنسخ للصوت لأن استنسخ الصوت دي حاجة تانية خالص إحنا هنا بنعمل design دي الصوت فإنت لك 3 سواء كان clone أو design يعني مجموعة للتين 3 فلو إنت فيه واحد مش عايز تستخدمه تستبدله بواحد تاني ممكن تشيله وبعدين تحط واحد تاني تعال بقى نسمع الصوت اللي إحنا استقرنا عليه حيبتدي يظهر معاك دلوقتي اسمع الصوت ده الصوت اللي إحنا استقرنا عليه تعال بقى نشوف نعمل صوت تاني أو نعمل design لصوت تاني هبتدي يروح هقول add a new voice هنا هاختور أيضا add a new voice هنا هحط الأمر اللي أنا جبته من شات جي بي تي وشات جي بي تي هنا أنا كنت عايزة وصف لي صوت أجش وصوت مرعب فهنا عطاني الوصف فأنا التزمت بالأمر اللي جايبان من شات جي بي تي هبتدي أحط هنا النص اللي أنا عايزة أحوله إلى صوت واغدي بقى لكل credits طبعا بيقل زي ما إحنا شايفين وبعد كده هبتدي أقول له generate a voice هبتدي ينتج لي 3 أصوات هبتدي أختبر التلات أصوات هسمع كل صوت على حدة لحد ما استقر على الصوت اللي أنا هستخدمه هفترض أن أنا هستقر على الصوت التالت بعد فعلا ما جربت الأصوات هبتدي أقول له select voice وحبتدي هنا أسمي رعب مثلا وهنا هقول Arabic وحبتدي أقول save voice هبتدي يسيف لي voice بتاعي وحبتدي أن أنا أستخدمه بعد كده في إنتاج الصوت هنا الصوت تم إضافته بقى 2 إلى 3 slots used وهنا لو أنت روحت إلى text to speech حواليك بشكل عملي لما روح إلى text to speech بتختاره منين هنا الأول بتبتدي تحط التكست بتاعك اللي أنت عايز تنتجه وهنا هبتدي أختار voices هنا Arab man ده اللي أنا كنت ضفته من قبل Arab man وهورر ده تاني صوت هبتدي أختاره وبعد كده هبتدي أقول له generate speech بعد ما يعمل generate speech هسمعك الصوت في إنتاجه للنص اللي قدامنا وحنشوف قد إيه الصوت مناسب جدا أنا الظل الذي يرعب الأرواح اسمي لا يقال بصوت عال لأن النطق بي يجعل الهواء باردا والقلوب ترتجف أنا الذي يختبئ في العتمة أراقب من بعيد أنتظر اللحظة المناسبة لأزرع الخوف في النفوس وجهي غامض لا يمكن لأحد أن يدرك ملامحي تماما لكن الشعور بي حقيقي ثقيل وكأن هناك من يختبئ خلف الستائر يتربص بك في زوايا الظلام أتغذى على الفزع أتلذذ برؤية العيون تتسع من الرعب وصوت الأنفاس يصبح سريعا ومضطربا زي ما احنا شايفين الصوت رائع جدا أنا صممت الصوت زي ما أنا عايزة بيديك ثلاث اختيارات بيختار الصوت المناسب ويضيفه للأصوات أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة تحديث رائع من 11 Labs من وجهة نظري وكمان تقدر تستخدمه في الخطة الفيديو النهاردة زي ما أقول لك على قناة كل يوم موقع جديد ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس حتى نوصلها كل جديدة وبتشوفنا لأول مرة ولو كنت متابعينا لأعزاء ما تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر